عملية نزوح جديدة تشهدها مدينة الموصل جراء ترد الوضع الأمني الناتج عن تهديد الميليشيات الطائفية وارتفاع وطيرة الهجمات والتفجيرات وعمليات الاختطاف والوجهة هي محافظة أربيل ودهوك في كردستان العراق حيث بلغ عدد العائلات النازحة منذ شهر شباط عام 2018 وحتى مطلع الشهر نفسه من العام الحالي نحو 4000 عائلة بحسب إحصائية رسمية تجدد نزوح أهالي الموصل جاء عكس التوقعات فمنذ استعادة المدينة من مسلحي تنظيم الدولة في صيف عام 2017 كان من المؤمل أن يعود الأهالي إلى مدينتهم وحياتهم الطبيعية بعد إعادة إعمار ما دمرت الحرب إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق فالمواطن الموصلي وجد نفسه مهددا جراء إرهاب الميليشيات التي يفترض أنها تتولى حماية المدينة وسكانها حيث يتعرض الكثير من أصحاب المحال والمعارض والتجار لعمليات الابتزاز من قبل بعض عناصر ميليشيا الحجد والقوات الأمنية مما اضطر الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم والتوجه إلى كردستان العراق بحثا عن الأمن والأمان والاستقرار والحياة الكريمة قائد عمليات نينوانجم الجبوري اعترف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الموصليين لا يزالون يشعرون بالإحباط جراء الوضع المتداعي في المدينة أمنيا واقتصاديا وخدميا مشيرا إلى أن ذلك يدلل على فقدان ثقتهم بالأجهزة الأمنية ما يجري اليوم في الموصل محصلة طبيعية لأحداث جسام مرت بها المدينة المنكوبة منذ أعوام بين قتل وتدمير واستهداف لمكوناتها وتاريخها وتراثها العريق وموجة النزوح التي لجأ إليها الأهالي مجددا ما هي إلا خيار مر اضطلوا لاتخاذه لتجعل منهم غرباء داخل وطنهم